موسيقى ازايكم يا حلوين يارب تكونوا بخير لو بتحبوش يشتوق يكون مميز وجوسي ومستوي كويس تعال اقول لكم حنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وحلوة قوي ومش هيبطلوا يطلبوه منك انا هند ودي كوناتي ويلا بينا نبدأ الوصفة معانا هنا مكونات التدبيلة كوباية زبادي معلقة صغيرة سويا سوز معلقتين صلصة معلقة صغيرة طم وفروم معلقة خل عصير لمونة ربع كوباية زي التوابل اللي معانا في الوصفة معلقة صغيرة من كل حاجة ملح ببركة مدخنة فلفل اسود توابل فراخ جنزبيل مطحون سماء زعتر شطة معانا هنا نص كيلو من وراكة الفراخ المخلية متنظفة كويس بخله ملح ولمون متقطع مكعبات متوسطة وفلفل الوان متقطع مكعبات وبصل وطمط في بولا هننزل بالمكونات كلها مع بعض والتوابل ونخلط كويس قوي كله مع بعض وننزل بالفراخ ونقلبها كويس ونسيب المكونات كلها في التدبيل للمدة ساعتين في التلاج بعد ما سبنا الفراخ ساعتين في التدبيلة هنبدأ نرس أسياخ الشيش بالطريقة اللي تريحك هنحط البصل والفراخ والفلفل والطماطم ونبدأ نحط كله بنفس الطريقة هنا بعد ما خلصنا كله هنيجي بقى لمرحلة التسوية لازم الجريلة تكون سخنة جدا هنحط معلقة زبدة وهننزل بقى سياخ الشيش على درجة حرارة عالية وبعدين هنهدي النار ونرجع نقلبه الناحية التانية ونسيبه يكمل التسوية عادي هنجيب بصل متقطع جوليان أو جوانح مع ملايات سماء كبيرة كسبرة خضرة عشان نقدمه تحت الشيش وبكده يكون خلص وطعمه وريحته حكاية اللي يجنن بجد لازم تجربه وممكن تقدمه مع مكرونة ويت سوس أو عشته رتلة وبألف عنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل وصفاتي وأشوفكم بخير في فيديو جديد